استغنف العمل بمعبر رفح البري اليوم وذلك لتقبال جرح قطاع غزة وحامل الجنسيات الأجنبية والمرضى ومرافقيهم بعد فترة توقف بالأمس لأسباب تتعلق بالجانب الفلسطيني كما أرسلت مصر دفعة السابعة عشر من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجة التدري تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 96 شاحنة مساعدات تحمل أدوية ومسلزمات طبية وخياما وأغذية ومياه وحليب أطفال